السلام عليكم البنات ومرحبا بيكم معي في فيديو جديد نتمنى انكم تكونوا كلكم باخر وعلا خير يوم ما شاء الله رجعت لكم بروتين جديد وطلبية جديدة روتين اليوم هو واحد روتين الي مميز سيستفتو به بزاف الاخوات بالخصوص اللي يبغين يخدموا على راسهم يوم ما شاء الله جبت لكم واحد الفكرة او واحد الاقتراح اللي ممكن تعتمدوه في طلب ياتكم وبالخصوص فهذه الفترة هذه لان عليه واحد الطلب كثير كثير بزاف سواء من الكليان او لا حتى من عند هكذا محلبات او لا باتيسريات هكا صغار المهم را هم مطلبين بكثرة هاد الايام هادو اللي هو ميني كيك الكوري او لا ميني طاقت هكا صغيرين تمنديل هم جد مناسب اقتصاديين وبسرعة كيتحضروا ما فيهمش بزاف ديال الوقت ما كيدوش منكم بزاف ديال المجهود او ما فيهمش حتى بزاف ديال تمارة سوف نحضر معاكم تمانية ديال هادو الميني طاقت هادو باقل من لتر واحد ديال الكريمة سوف نحضرهم غير بواحد سبعمية ميلي لتر ديال الكريمة شروع جد مربح غير اللي ما بغاش تخدم على راسها في هادو رأس السنة او من غير رأس السنة تبعوا معايا حبيباتي الفيديو حتى الاخير ان شاء الله سوفوا معايا كل شي بادقة تفاصيل سوف نشارك معاكم اتمينات البيع انهم هادو كيمشي بنفس تمان سوف تشوفوا معايا ان شاء الله كل شي كل شي بها في هادو الفيديو هذا غيبة تبخلوش عليها حبيباتي باللايك كيف ما انا ما كان دخل عليكم حتى بشي حاجة دعوا لايك للفيديو فضلا وليس امرا باش تشجعوني انني نعطيكم كثر وكثروا ايضا باش تشاف الفيديو من عند اكبر عدد من الناس وبرتاجيوه مع قائع الناس اللي كتعرفوا باش تعمل الفائضة وما تنسوش لك انت هادو اول زيارة لكم للقناة اشتركوا وفعلوا الجرس باش دائما تصلوا بجديد الفيديو هاتيالي ويلا نبدو بسم الله على بركة الله وهنا غا نبدأ معاكم بتحضير الجين واز اللي غا نحضره بها هادو 8 ديال الميني تاغت سيكون جين واز وحده سيحتاج فيها عشرات الحبات ديال البيض يكون الحجم ديالهم متوسط انا دائما كنخدم بالبيض المتوسط ماشي البيض الكبير وماشي ذاك البيض الصغير بزاف كيف ما قلت لكم عندي عشرات الحبات ديال البيض سيحتاج معهم 300 جرام ديال السكر حبيبات ما يعادل هنا واحد زوج الكيسان ديال العنبه يكونوا ممسوحين ماشي عمرين بزاف سيحتاج معهم ايضا 300 جرام ديال الدقيق الابيض بالنسبة للعبار بالكاس ديال العنبه سيكونوا جوج كيسان ونصف ديال العنبه سيكونوا جوج الأكيس ديال السكر بينوكات الفانيليا ورشة ملح نحن في البول البتخان عندي البيض ضفت عليه الملحة وضفت عليه السكر بينوكات الفانيليا وضفت عليه السكر ونطرب هذا البيض مزيان مزيان اما بالبتخان او لا استعماله غير البطر حتى يطلع ذاك البيض ويضعف الحجم دياله ويتغير اللون دياله من الأسفر لللون الأبيض كيف ما كاتلاحظوا معايا ضروري البنات في الجنواز مهم جدا انكم تطلعوا البيض مزيان مزيان باش تنجح لكم الجنواز كيكون هذا هو القوام ديال البيض كيف ما كاتلاحظوا معايا كيكون رغاوي واللون دياله كيميل للأبيض هنا بالنسبة للدقيق فقد نديرو على زوج او لا ثلاثة ديال الدفوعات ما تفوتوش ثلاثة ديال الدفوعات كندير الدفع اللي ولا وقد بدأ كنخلطها قدام من تحت الفوق من تحت الفوق حتى كيدخل داك الدقيق في الخليط ديال البيض اللي عندي وغانا نرجع عندي الدفع التانية وهنا دائما كنغرب الدقيق مباشرة فوق الخليط ديال الجنواز باش ما يكونوش عندي دوك الحبيبات او دوك التكاثولات ديال الدقيق فوسط الجنواز صافي هكذا كنبقى مستمره حتى كندخل دك دقيق كامل اللي عندي في الجنواز ديالي وما كيبقوش عندي نهائي الحبيبات ديال الدقيق هنا غانا ناخد واحد اللطة اللي القياس دياله هو 80 سنتيمتر في الطول وتقريبا 1.38 او 39 سنتيمتر في العرب وضعت فيها داك الخليط اللي عندي ديال الجنواز كامل بطبيعة الحال انا نرى اللطة ملبساها بالورق ديال الفرن ضروري من الورق ديال الفرن في الجنواز ما يمكنش متخدموش به وغانا بداها كده كنساوي داك الخليط ديال الجنواز او لا نوزعه كامل على اللطة ديالي كاملة ونحاولها كده انني نقعد دو بش مجيجية طال عوجيها هابطة وغانا ندخل الجنواز ديال الفرن اللي انا ديجان سخناته 11 دقايق من قبل غانا نطيبها من الفوق مدة ديال 8 دقايق حتى تتحمر مع الجنب وغانا نغبطها لتحت غير تحمر شوية مع الوجه ديالها انا صراحة احنا راه غفلت عليها واحد ثلاثين ثانية شوفوا معي كيفاش قريب غاديتتحرق لي ولكن مشي مشكلة غادي مغا تبعنش شوفوا معي بنات كيفاش كده قديل جنواز ناجحه وخفيفه وكده مهوية ومقطنة يعني ما اقديش من ذاك المعجنة او لا كتفرتت ولا كده قديل رائعة هنا غنخليها تبرد واحد شوية عاد وكنزول هاداك الورق ديال الفرن انه لما خليته تبرد غايدا لديكم ذاك الورق على الجنواز ديالكم سوف نحتاج 1 ساخل للقطر هو 11 سنتيمات حتى نقطع به الدوائر اللي سوف نحضر بهم هذا الميني تاخت بالنسبة لهذا الجنوز بهذا القياس سوف تعطيني 24 دائرة و سوف نحتاج 3 ديال الدوائر في كل الترطة يعني هذ 24 دائرة سوف تعطيني 8 ديال الترطة يعني ما شاء الله راوح الكمية كبيرة هنا بالنسبة لهذا الزائد اللي يبقى منه من نارة سوف نقطعه و سوف نلسقها كذا لكي تحصل على 1 ثلاثة ديال الدوائر اخرى هنا قطعة الجنوز و سوف نحضر بهم سوف نقوم بتحديد الكريم فخش سوف نحتاج 700 ميليليتر الكريمة السائلة الكريمة ضروري لكي تكون باردة لكي تشكوا ان الكريمة لا تطلع لهم ضروري لكي تكون باردة جيدة و حتى اليناء اللي سوف تطلع في الكريمة دعوه في مجمد 1-10 دقائق لكي يبرد لكم جيدة جيدة بسرعة قطعة لكي تطلع لكم كريمة لا تừngقر منكم الوقت و استطلعت لكي تطلع لكم تستطيع خرشول لكم سوف سوف نقوم بتحديد الكريم سوف نتلحق بالباتور ولكن سوف نطلبها عادي سيارو بكس ماء معجوش كيسان السكر و هنا بالنسبة لكيم فريش ترى اضافة في واحد البوش عادي و لا يجب ان نعمر بها تورتات سيجينا اسهل اضافة في واحد البوش لكي ترى اضافة و هنا كما تلاحظوا معي بأول تورتات ترى طبقة الأولى الجنواز دائما في الطبقة الأولى نقوم بها مقلوبة يبقى في الأسفل والذي من الفوق يأتي من الفوق و هنا قدرت سقيتها بسيرو و قدرت طبقة أولى الكريمة رجعت طبقة ثانية الجنواز و هنا رجعت كلبتها يعني اللي كان في الأسفل هو اللي رجعناه من الفوق لكي تشرب لنا السيرو و رجعت عودة مرة خرى سقيت الجنواز بسيرو و قدرت طبقة اخرى الكريم فريش هنا بالنسبة للكريم فريش فكتدروها كده واحد الكيمية اللي تكون قليلة لا تكتروش بزاف الكريمة لان الجنواز راكم عارفين صغيرة لا تكتروش بزاف الكريمة و هنا اخر طبقة الجنواز والتي هي الطبقة الثالثة و من بعد نبدأ نغطي في الحلوة كاملة بذيك الكريم فريش اللي عندي كيفما تلاحظو انا اخديت واحدة السباتيو اللي هي صغيرة و نبدأ كده كنلبس طرطة ديالي بلاك خيم فريش مع الجناب و من الفوق باش كتجيني ملبسة كاملة بلاك خيم و هكذا كتبتو تقدو في الحلوة ديالكم كيفما تلاحظو مع الجناب و تقدوها حتى الوجه ديالكم باش كتجيكم هكذا تطورتات كيجيوكم هكذا متولين و مقدين يعني بحالة غاتخدموا تطورتة كبيرة و هكذا كنحطيها على جناب و هنا من الاحسن ديروهم في واحد البلاتون اللي غد دخلهم فيهم المجميد باش هكذا كيبقوا حافظين على ديك البرودة و الكريمة كتبقى شد داراسها هكذا البنات غدين خدم قاعدوك الجنوازات اللي عندي ب 24 قطعة كيفما قلت لكم ارا غدين خرج بيهم ثمانية ديال التورتات يعني غنخدمهم بنفس الطريقة غندير تبقى الجنواز و تبقى كريمة غيكونوا ثلاثة ديال طبقة ديال الجنواز و غنغطي الحلوة كاملة بلا كرام فخيش كيفما قلت لكم غدين نخدم هاد الكيمياء اللي عندي كاملة بنفس الطريقة و هنا بالنسبة لذوك اللي شويت اللي لصقناها مع بعديتهم فهدوكم الأحسن ديروهم في الواسط باش مكيجيوكم باينين و سوف نستمر هكذا بنفس الطريقة حتى نكملهم كاملين و غرجى معاكم و هنا من بعد مسالتهم كاملين كيفما قلت لكم سوف خرجوا لي ثمانية ديال الحبات الكريمة اللي تبقى لي هادئرها كافية باش غنزين بها هاد ثمانية ديال الميني تاقط سوف ندرها هكذا في واحد البوش و غنخليها باش نزين بها من الأحسن البنات ترجعوا هاد طورتات المجميد باش كما قلت لكم يبقوا محافظين على هادئك البرودة ديالهم قبل ما نزينوهم و هنا سوف ندره معاكم المرحلة سوف نبدأ معاكم بأول وحدة اللي سوف ندرها على شكل فريرو روشي سوف نحتاج هنا 100 جرام الشوكولات دوه بتوفق حمام مائي و ضفت له زوج معلق زيت النباتية و ضفت له أيضا زوج معلق كوكاو كونكاسي او لوز كونكاسي اللي متوفر عندكم انا هنا درت لوز كونكاسي انتم مديروا سواء كوكاو كونكاسي المهم اللي متوفر عندكم و هكذا كيفما لحتوا معاكم نخلطهم جيدا حتى نتحصل على جاناش اللي يكون على الشكل فريرو روشي و سوف نغلف به الحلوة كاملة كيفما تلاحظوا من اللي تدروا لبنت الزيت في الشوكولات لا تقسح لكم كيفما نجعلوها هكذا عادية هنا كيفما لحتوا معاكم وضعت هكذا الحلوة اللي فوق و حتى تصفى لديك الشوكولات و من اللي تحت بلاتو كيفما يكون قليل و هنا نزينها من الفوق بوحد الحبه فريرو روشي يعني هكذا كيفما تزينه بالنسبة للتانية فهنا نغلسها بوحد لغاناش وشوكولات و اللي درت فيه هنا ايضا 100 جرم شوكولاتة سوداء خدمت غير بقالة هنا دوبتها مع 100 ميليليتر لديك الكريمة السائلة حتى تحصلت هكذا على واحد القاناش اللي كيكون بهذا الشكل هذا كيكون هكذا لامع وكيكون عاقد يعني كيكون شوية تقيل ما يكونش خفيف بزاف و لا يبقى لديك الكريمة من تحت القاناش و هنا اخذت غير واحد شوية ديال كريمة فخش و من هذيك اللي تبقيت لي ضفت لها شوية الكاكاو و خلطتها واحد شوية و سنحتاجها في التزيين هنا سنضيف لديك الترطة بالقلاسات اللي عندي كيفما كتلاحظو معي كنت اضيف شبيكة و البلاتو يكون من الاسفل لكي تحتاج الاتح نعود نزين به مرة اخرى و قلاسات الحلوة ديالي كاملة بدك القاناش اللي عندي و هنا اضيفت اللاتاق ديالي كيكونوا خاصة بالحلوة ديال الاعراس ممكن تضيف هدو ولا تأخذ غيدوك الكارتون الصفر وتقطعو على الشكل اللي بغيتو وتوضعو في الترطات و هنا اضيفت الكاكاو و زيينت بها كدام على الجنب الحلوة من الاسفل كيفما تلاحظو معي هنا بالنسبة للزيين اللي نضيف لها من الفق خديتها كدغي شوية الشوكولة غولي في الابيض و في اللون البني او القهوي وضعتها كغير واحد الخطيط من الفق و سنضيف لها هدو الورق الدهبي كتزيين من الفق فقط لما كاشو توفر عندكم تقدروا تستغنوا عليه و هنا بالنسبة للحلوة الثالثة فنحتاج نفس القاناش اللي غلاسيت به الحلوة اللي قبل من هادي وضعتوها كده في واحد البلاستيك و درت له واحدة تقيبة غنزيين بها كده الحلوة ديالي من الجنب على شكل دميعت كيفما راه واضح لكم في الفيديو ممكن تديرو غير في واحد الكورني وتزيينو بها كده مع الجنب و ايضا تزيينو به حتى من الفوق الوجه ديال الحلوة ديالكم هنا بالنسبة للتزيين غضي نضيف لها شوية ديال كخيم فخيش من الفوق هنضير هكده وريدات ديال كخيم فخيش من الفوق بهذا الشكل هذا كيفما تلاحظو معي غنضير غير في الجنب باش كي يبقى كده الوسط ديالها خاوي و هنا غنزيين هادو كل وريدات اللي يرتب لها كخيم فخيش هادو الشوكولات اللي كيكون هادو شوكولات حبيبات ممكن تزيين ديرو كيفما بغيتو انا فقط كنعطيكم هكده افكار و انتوما خدموا بدكش اللي متوفر عندكم او لا بدكش اللي كتبغي انتوما و نفسش هنا يا رأيي وحدة زيين تاركا نوضحها في هادو طويسة هادو او هادو طويسة هادو اللي كيكونو خاص بالحلوة ديال الاعرس هنا بالنسبة الرابع وحدة غنزيينها بزبدة اللوتوس كيفما كتلاحظوا معيانا سخنتها هنا فوق حمام مائية كتكون شوية جامدة ولكن غي كتديروها في حمام مائي را كتتسيحوا كترجع هكده خفيفة غنزيين بها الوجه ديال طرطة ديالي و غنزيينها ايضا من الفوق بواحد هكده طييفة ديال بيسكويت اللوتوس عندي هادو اللي كيكون ديجا مسدود إلا ما كاش عندكم خدوا غير واحدة بيسكويتها ديال لوتوس وزينو بها من الفوق هنا الزبدة اللوتوس قدرتها في واحد الكورني و غنزيين بها ايضا نفس الشي على شكل دميعات هكده في الجنب ديال طرطة ديالي كيفما كتلاحظوا طريقة تزيين سهلة ما كتديش بززف ديال وقت صرحة وما كتكونوا تخدموهم كتكونوا تخدموهم يعني خدمتهم كتكون ممتعة ما كتكون شمو ميلة وهنا ايضا راحت الوجه ديال طرطة غطيتها بذيك زبدة اللوتوس و غنزيينها ايضا مع الجنب بلاك خان فخيش غنزيينها ايضا مع الجنب و في الوسط غنزيين البيسكويت ديال اللوتوس و هذا هو تزيين ديال هاد الحلوه نفس الشي غنوضحها كده في التبصيل و غنخليهم علاجا بالنسبة الخامس وحدة غنزيينها بالأوريو غنحتاج هنا علبة ديال الأوريو ديال ثلاثة دراهم غير وحدة كافية باش نزيينو بها انا استعملت هادي كيفما كتلاحظوا معي هاد الأوريو ديال ثلاثة دراهم اخذت واحد ثمانية ديال القطع مقسمين على زوج يعني اخذت ربعات الحبات قسمتهم على زوج باش اعطوني ثمانية ديال القطع و دوك الحبات اللي تبقى لي هرمشتهم هاكده شوية باليد اللي يتبقى و غير وجود الحبات هما اللي هرمشتهم بيدي باش تحصلت على هاكده هاكده واحد البيسكوي مهرمش بهذا الشكل هذا غنزيين بيجنب ديال الحلوه ديالي ديال الفورن باش تساعدني في الخدمة باش ما تبداش تلصق ليه الكريمة في اليد ديالي و غنبدا هكده نزيين غير الجنب من الاسفل ديال هاد الحلوه هادي بدوك البيسكوي ديال الأوريو اللي هرمشتوا كيف ما سبق لي وذكرت كيف ما كتلاحظوا معي بهذا الشكل هذا و من بعد غنزيين واحد الوريدات من الفوق بلاك خير فخاش كيف ما رواد لكم في الفيديو و غنزيين هاد الجنب هادو ديال التورتة بهاد الانصاف ديال الحبات ديال الأوريو و سافي كيكون هدا هو التزيين ديال هاد الحلوه هادي كيف ما كتلاحظوا معيه و هنزيين ديال الحلوه السادسه او التورتة السادسه و هنزيين جنب ديالها باللزء في ليحمرته شوية في المقلى او لا في الفران المهم اللي جاكم سهل ديروه و هنزيينها لوسط ديالها ب واحد الجراسه هكده بلون الاحمر و يدرتوه بلنباج و النقها ديال الفرنبواز او لاستعمله اي نقها تفضله خديت عين واحد المعي لاكة كبيرة ديال النباج سخنتها شوية فوق حمام مائي وضفت لها واحد قطيرة لاغوم الفرنبواز و هكذا كيفما تلاحظو سنزين هكذا الجناب الحلوى ديالي سنحاول انني نلسى قدك اللوز افلي مع الجناب او نغطي به هكذا الجناب ديال الحلوى كاملة و في الواسطرة سنزين القلاساج ديال النباج مع النوك هكذا الفرنبواز و هناخد ايضا شوية من الكريمة اللي اتبقتي وحتى هيارة سنزين بها كذا الحلوى من الفوق و ندرك دوريضات من الفوق بشكل دائري كيفما تلاحظو معايا و هكذا الواسط اللي يبقى لي فارغ من الواسط هو اللي غنعمرو به هاد القلاساج ديال الفرنبواز و هناخد نزيد كا اضافة في التزيين الشوكولات اللي حدرتوا في اللون الاحمر درتوا في هذا البلاستيك هذا اللي يعطي الموتيف لسق على الشوكولات خديت غير الشوكولات درت له الملوين الاحمر الخاص بالشوكولات دوبته و درتوا واحد شوية فوق هذا البلاستيك هذا اضعتني هاد الموتيف اللي يكون في هاد البلاستيك لاسق على الشوكولات و هنزين به الحلوة ديالي اقدام الفوق هناخد غطريفة صغيرة و رن ديال الشوكولات و هنوضحهم في الجناب يعني فوق ديال الكريمة كيفما تلاحظو معايا بهذا الشكل هذا و سافيه كان هدا هو التزيين ديالها هنا هندوزل التزيين الترطة اللي ما قبل الاخيرة و هنزينها بالفواكه استعملوا اي نوع ديال الفواكه كيفما تلاحظو هاد الشكل هذا كيفما تلاحظو هاد الشكل هذا كل شي كنعرفو نقطعو غير بواحد الموسيق و نرقيق و اخديت هنا واحد طريف ديال البرقوق نفس الشيحة و قطعتو بهذا الشكل هذا كيفما تلاحظو تقدروا تديروه هاد الشي طريفة هاد الشكل هذا او لو وريدات اللي هم الصغيرين هنديرهم من الاسفل و نفس الشي ايضا هنديرها هاد الشكل من الفوق ديال الحلوه ديالي و الوسط ديال الحلوه هو اللي غدي نوضع فيه ديال الفواكه اللي عندي كيفما قلت لكم استعملوا اي فاكهة عندكم صافيه هنا ايا من بعد مكان ديال الفواكه كيفما تعرفو الفواكه بسرعة تفسد فدك شي علاج ضروري ما ندهنوها بالنباج او لا جولي المهمرة معروف عند الاخوات الجزائريات بلا جولي كيفما تعرفو الفواكه بشوية اللاجولي باشك تبقى بحافظة على اللمع ديالها و هنا قد ندوز للتزيين ديال الاخر و احتاجت هنا معلقة ديال النباجة هي سخنتها فوق حمام مائي و ضفت لها اغاية القطيرة لاغوم ديال الحامض او الروح ديال الحامض و غير حتاجنا في التزيين شوية ديال العقيق في اللون الدهبي و شوية هاد الشوكولات اللي كي يكون ملبس ايضا باللون الدهبي او لو ممكن استعمله او تهوال العقيق في اللون الدهبي اللي كي يكون غلد شوية و غير حتاج لها كرم فخيش للتزيين هنا غناخد ديال العقيق بقيق قاع و اللي غنزين به الاسفل ديال الحلوة ديال ملتحت كيفما كتلاحظو كنحاول اقدر انني السقير شوية او من الاسفل غير باش كي يجيك او حتزين اللي هو مختلف او كيفما رواد حليكم في الفيديو و هنا نفس الشيرة وضعتها في ديال الطباسلات اللي عندي و غنزينها كده من الفوق بلا كرم فخيش غير وريضات هكده غنزينهم من الفوق و غناخد ديك الشوكولات اللي مغلل الفتاية باللون الدهبي غنزين بها هكده من الفوق يعني كلها غنوضع فيها حبة ديال الشوكولات و هنا غناخدك الناباج اللي ضفت له الروح ديال الحامض غنوضعها كده في الوسط و غناخدها كده واحد الموس و نبدأ نمشيها كده مع الجنب غنش كي يكون وحد شكل يوم مختلف على اللوو اللي درناه بالناباج في الاحمر و كان فيها كان اول تزيين ديال هاد الحلوة التالية و كان هدا هو الشكل النهائي ديال الميني كيك ديالي من بعد مسالته صراحة كيجي و رائعين روعة فى الشكل ديالهم ولا فى المدق ديالهم و كيكونوا مطلوبين بكثرة من عند الكليان و حتى من عند الناس يعني غير الشكل ديالهم ما كداره كيفتح النفس كيف ما كتلاحظو معايا صراحة الشكل ديالهم كيجي رائع و ما فيهم شبزاف للخدمة ما فيهم شتبزاف ديال التكاليف انا فقط اعطيتكم هكذا اقتراحات بالنسبة للتعمان كيخرجوا هدو بنفس التعمان انا كنخرجهم ب 25 درهم للوحدة اللي بغا تخرجهم ب 15 درهم تقدر تخرجهم غير ب 15 درهم لكن غا تكتع فيه غير بلا كخين فخيش او لا تزينوا بطريفات ديال الشوكولات بحال هكا اللي فيهم لموتيف هكذا او لا تقدروا تخرجهم بعشرين درهم لكني لا درتوا نفس تزين لي درت انا او نفس دخلتوا هكذا الوريو دخلتوا اللوتوس دخلتوا كده فريرو هدو كيمشيوا ب 25 درهم للوحدة الفيديو ديالي هنا غا ديسالين نخليكم دابا الى اللقاء